السلام عليكم كيفية تحويل كاد 16 وكاد 15 لكلاسيك اول خطأ بشواندس بنولد ملف اسمه ملف ملف ده بجيبه من اين؟ اما بتشوف اي اصدار قديم من برنامج الوتوكاد اللي هو بيحتوي على الشكلين الوتوكاد كلاسيك واللي يكون الوتوكاد 2010 2011-2012-2013-2014 عندي الكادة 2014 اتأكد ان انا نفعل الشكل له بتاع الانوتاشن وبعدين اروح جاي في كاتب CUI ENTER واسهنا شوي بدخلنا على ايه؟ على القائمة ايه؟ امر اسمه CUI ENTER وبعدين اروح جاي على TRANSFIRE جاي على ايه؟ على TRANSFIRE وارا اضغط على السهم ده اخترت TRANSFIRE وارا اضغط على السهم ده وارا اقول له ايه؟ SAVE AS يعني احفظ لي الشكل والامتدادات بتاعت الوجهة ويقول اختر المكان انت عاوز SAVE عليه حسيف على الديسكي توب هقول له مثلا والله الجهري هسمى باسم مثلا على الديسكي توب وقل له SAVE كده ارو اروح مسايف للملف وارا اروح ايه؟ اروح ايه؟ اروح افاد حكاد 16 المفروض ان هو عليه؟ على Drafting Your Annotation ما كانش موجود فيه الكلاسيك انا محاوله طبعا قبل كده اروح ايه باش مهندسيين مصغروا وارا ايه كاتب امر اسمه مينيو M-E-M-U-Enter وارا ايه وارا ايه وارا اروح للملف لانا لسه مولده وحط جوه ايه؟ جوه القيمة انا عشان كنت اضغطه قبل كده اقول لك ايه؟ ريبليز انت عندك وارا اخطه اول مرة باش اعملنك البليز وارا اروح ايه ايه؟ ايه؟ اوبل يروح الراجل ايه؟ مدخله عندي جوه الوتوكاد الجديد اروح اقفل ده وارا اروح مكباره مجرد ايه باش منسه مضغط على ده لايه كلاسيك ايه؟ اتفعل معي واشتغل ميد فل واربعتاشر يباليه ضريق التحويل بتاعت اوتوكاد 2015 او 2016 لشكل نهول للشكل الكلاسيك حقيني الاوامر بتاعت الرسوم على الشمال اوامر التعديل على الايمين اوامر اللير فو والقوائم واوامر ويندوز والكوماند تابل بس ايه باش مهندسين الاختصارات بتاعتها بتاعتها دي ما بتتعدلش بتفضل زي ايه؟ زي ما هي مع الاستمرار هتروح ايه؟ هتروح جادة مش عاجدك 2015 و 2016 عندك 2011 2012 2013 2014 زي ما انت عاوز ايه؟ زي ما انت عاوز تشتغل طيب يا شمال يبدو انت عاوز ايه؟ زي ما انت عاوز ايه؟ ما بيختلفش اي اختلاف عن المتخد القديم الا انه تقيل على الاجهزة بتلاقيه تقيل على الجهاز النهوذة بشوانسين عاوزين نشتغل شوية رسومات من الانت عاوز تشتغل عليها؟ الرسمة دي؟ والرسمة الهين والرسمة دي؟ اشتغل رسمة دول هم نفس الرسمة دراسة ميكانيكية فيها عامل خدناها و عامل خدناها و عامل خدناهش حد طبعا عامل خدناه بكده؟ ماشي اول خطوة لشواندس عشان نرسم اي رسمة برسمها ازاي؟ هرسم الاثنين سنتر لاين دولي في مشكلة؟ فتحت برنامج الكايت عشان نرسم اللاين بقوله ايه؟ ال انتر صح؟ او ان اختاره من اين؟ من الشكل الطاعة على طول او ان اختاره من قايم الدروب واختار ايه؟ اللاين بنفس الكايفية خلاص او شواندس؟ اعمل بقى عندي سنتر لاين رأسي ارسم بقى ايه يقول دلوها ده ايه شواندس و سنتر لاين افك ايه؟ عشان ما الرايل كان تييل ايه؟ ايه؟ خلاص بايا خلاص بايا خلاصة ستماحني؟ زي ما تحبوا 14 خلاص انا بايا فلدة 14 جدا اشتركوا في القناة